بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله وأصلي وأسلم وبارك على عبده ورسوله ومصطفى سيدنا محمد صلواته ربي وسلامه عليه سلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته وأهلا ومرحبا بكم مع اللقاء العاشر مع الفقهاء أسأل ربي أن يرزقنا هداه وأن يمن علينا برضاه وأن يجعل كل كلمة أقولها تستمعون إليها خالصة لوجه الكريم وثقلا في موازين حسنتنا اللهم أمين كما أدرع إلى ربي القدير أن يجزل لنا المسوبة والأجر لإجتهاد على قدري الضعيف والحقير والصغير لتجلية صفحات من تاريخ فقهنا الإسلامي وشرع ربنا وترجم مختصرة لآئمة الفقه من علمائنا الذين نفخر بهم والذين أسروا المكتبة الإسلامية بل المكتبة العالمية جميعا بموسعات فقهية تشريعية رائعة لم يشهد العالم لها مثالا وإن كان لأمة أن تفخر فلأمة الإسلام أن تفخر بعلمائها وفقهائها وما كان ذلك النتاج العلمي والفقهي إلا ثمرة ونتيجة فعلية لحس القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة لإعمال العقل والنظر واستخدام كافة وسائل الحس للبحث والتنقيب والنظر والتدبر إن أمتنا التي حباها الله تعالى بالإسلام دينا جاء القرآن الكريم بأول كلمة نزلت من موجات نور الوحي اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق نون والقلم وما يسترون قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت فلينظر الإنسان مما خلق خلق مما إن دافق فلينظر الإنسان إلى طعامه أن صببنا الماء صب آيات كثيرة في القرآن الكريم فيها حس على التفكير وإعمال العقل والبحث والنظر والتنقيب فالإسلام يدفعنا للعلم دفعا لا كما يظن بعض ضيق الأفق أو بعض المشوشرين والمرجفين الذين يريدون النيل والطعن في الإسلام وفي رسول الإسلام صلى الله عليه وآله وسلم في اللقاء السابق اللقاء التاسع تكلمت عن بعض ما يجب أن يتصف به من يفت الناس أو من يتصدر للإفتاء وتوقفت عند الشروط التي يجب أن تكون متوفرة فيه من خلال كلام إمامين كبيرين عظيمين هما الإمام الشافعي والإمام أحمد بن حنبل رضي الله تعالى عن الآئمة أجمعين ومما قاله إمامنا الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه وأرضاه لما قال ينبغي يعني لمن يفت الناس أن يكون بصيرا بكتاب الله تعالى بناسخه ومنسوخه ومحكمه ومتشابهه ومكيه ومدنيه وتأويله وتنزيله وأن يكون بصيرا باللغة إلى غير ذلك من الصفات التي أشار إليها إمامنا الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه وأرضاه وأشرت في الحقيقة لمفهوم المحكم والمتشابه والناسخ والمنسوخ ضرورة علم المفتي بتاريخ نزول القرآن الكريم وأنه لابد أن يعلم وأن يعرف أول ما نزل آخر ما نزل يعني أول ما نزل من الأحكام آخر ما نزل لما؟ ليعلم الناسخة المنسوخ من القرآن الكريم ما نزل من القرآن في مكة؟ ما نزل من القرآن الكريم في المدينة؟ مواصفات القرآن المادي المدني أو صفات القرآن أو خصائص القرآن المكي وخصائص القرآن المدني وقد أشرت إلى بعضها بإجاز واختصار في اللقاء السابق لكن إمامنا الإمام الشافعي يقول وعلى من يتصدر للإفتاء أن يكون بصيرا باللغة واللغة هنا هي لغة القرآن الكريم ومعلوم أحبتي أن القرآن والسنة والقرآن بصفة خاصة نزل كما قال ربي بلسان عربي مبين قرآنا عربي غير ذي عوج ده القرآن الكريم نزل بلغة العرب وهذه في الحقيقة ميزة وخاصية رائعة جميلة ينبغي للناطقين بالعربية أن يشكروا ربهم على أن الوحي السماوي أن كلام الله تعالى قد نزل بلساننا والله هذه منقبة وهذه مزية عظيمة جدا ينبغي أن نشكر ربنا عليها ومن مظاهر شكر الله تعالى على نعمة نزول الوحي باللغة العربية من تلك المظاهر أنه نزل بلغة نفهمها لا نحتاج إلى أن نترجمها أن نتعلمها كما يتعلمها الأندونسي الباكستاني الذي يتكلم باللغة الأردية الروسي الذي يتكلم باللغة الروسية الأوروبي والأمريكي الذي يتكلم بالإنجليزية الفرنسي الذي يتكلم بالفرنسية الإفريقي الذي يتكلم بالسواحلية إلى غير ذلك من اللغات الكثيرة الموجودة في العالم أجمع والتي لم ينزل الوحي بلسان أهلها وإنما نزل بلسان عربي مبين ولذا نحمد الله تعالى ونشكره مما ظاهر ذلك الحمد وشكر أن نتعلم اللغة العربية قواعد اللغة العربية لا مانع أن تلحقوا أبناءكم بمدارس أجنبية لكن السؤال المهم والكبير ما موقف تلك المدارس الأجنبية من اللغة العربية البعض يفرح فرحا عظيما أن صغيره يتكلم في البيت باللغة الإنجليزية وأنه يكاد يتخاطب مع إخوته مع أبويه باللغة الإنجليزية لكن السؤال الأهم والأخطر أين هو من اللغة التي نزل بها القرآن الكريم أذكر كلمة قالها لي أحد البارعين في اللغة الإنجليزية بآدابها بارع جدا التقيته خارج مصر زرته في بيته فجاءت ابنته الصغيرة جلست وسلمت وكانت في المرحلة الإبتدائية فقلت له هل ابنتك تتكلم اللغة الإنجليزية؟ قل ولا كلمة لم تكن اللغة الإنجليزية قد فرضت فرضا وصارت مقررا دراسيا من الصف الأول لابتدائي بل من مراحل الروضة ما قبل المرحلة الإبتدائية في البداية كانت من المرحلة الإعدادية من الصف الأول الإعدادي ثم بعد ذلك ربما من الصف الرابع الابتدائي ثم بعد ذلك من مرحلة الروضة والصف الأول لابتدائي قال لا تعرف كلمة واحدة من اللغة الإنجليزية وسغل علي أن أعلمها لكنها تحفظ القرآن الآن ولا أريد أن تزاحم لغة أخرى لغة القرآن قبل أن تتقن ابنتي لغة القرآن للغة العربي وذا في الحقيقة كان درس لنا جميعا ولكل أحبابنا أقول لا بأس أن تعلموا أبناءكم لغات أجنبية ألمانية فرنسية صينية إنجليزية لكن السؤال كما قلت وأؤكد أيضا ما موقف أبنائكم أو ما موقف المؤسسات التعليمية التي التحق بها أبناءكم من اللغة العربية هل مادة اللغة العربية هي مادة رئيسية هل حصص ومحاضرات ودروس لغة العربية يعني وافرة بحيث تتيح فرصة لأبنائنا وبناتنا وفي الذات أكبادنا من إتقان وتعلم قواعد اللغة العربية وهل تدرس تلك اللغة بطريقة مشوقة ومريحة للنفس أم بطريقة يعني مكالكعة وصعبة وعسيرة ومنفرة لأولادنا وبناتنا قواعد اللغة ليست بالأمر العسير في الحقيقة بل هي بالأمر اليسير تحتاج إلى معلم متقن بارع بإمكانه أن يبسطا أن يبسطا الأمور الصعبة أن يسر القواعد العسيرة وبلغة سهلة تتفق مع لغة عصرنا والمفردات التي نتكلم بها بإمكاننا أن نحبب أبنائنا وبناتنا في الحقيقة في دروس اللغة بتلك الطريقة أذكر أنا مسلسلا عراقيا يعني أنتج ربما في بداية الثمانينات مسلسل تلفزيوني بين معلم وبين أبنائه وبناته ويعني كل حد من أفراد الأسرة يتسمى باسم معين يعني فلان هذه ليس ثانية ظن ليت بات كان حينما يأتي على قاعدة من القواعد يعني كان وأخواتها إن وأخواتها إلى غير ذلك يعني عن مثلا قاعدة أو إعراب الفاعل إعراب المفعول إعراب المفعول لأجله إعراب المفعول معه المفعول لأجله المفعول المطلق إلى غير ذلك متى يتقدم المبتدأ على الخبر إلى غير ذلك من قواعد اللغة العربية متى يعني متى ينصب الفعل المضارع ومتى يجزم متى يرفع إلى غير ذلك من القواعد في الحقيقة البسيطة والسهلة فكانت تأتي في سورة يعني ممثلة مصورة مدسمة وفي نفس الوقت مشوقة وسهلة سهلة التناول أتمنى في الحقيقة أن نبحث لأبنائنا وبناتنا وأحفادنا عن يعني مثل تلك الدروس المتعة والنافعة ليتعلم أولدنا اللغة العربية إمامنا الإمام الرازي على ما أذكر له مقولة رائعة جدا إنه قال يعني علم الله تعالى أنه ما من لغة ما من لغة تستوعب خطاب الله تعالى إلا اللغة العربي علم الله أنه ما من لغة تستوعب بمفرداتها بشمولها بسعتها القرآن الكريم إلا اللغة العربي ولو أن لغة في العالم في العالم كاللغة العربية ربما والعلم عند الله نزل القرآن بها لكن سبق في علم الله أنه لا توجد لغة أسرى وأخصب من اللغة العربية ولذا نزل الوحي باللغة العربية نزل الوحي باللغة العربية والبعض في الحقيقة بيعرض عن اللغة في زماننا هذا بدعوة أنها ليست لغة العلم وليست لغة الثقافة وتجد البعض منهم يعني يجلسوا على شاشة من الشاشات في فضائية من الفضائيات ودائما ما يطعم كلماته بكلمات أجنبية إنجليزية ليوحي للمشاهد أو لمقدم البرنامج أنه سري الثقافة وأنه واسع للطلاع وأنه إنسان متفرند البعض يصنع ذلك في الحقيقة للمظهرة وللفة الأنظار ولذا من القصائد الرائعة والماتعة لشاعر النيلين حافظ إبراهيم رحمه الله رحمة واسعة يعني ألقى قصيدة طويلة يعني أورد بعض أبياتها مختصرة يعني وعلى لسان اللغة العربية وتلك الأبيات تحمل عتابا شديدا من اللغة العربية للناطقين باللغة العربية عتاب شديد لأنه في بعض الدول العربية الآن الآن لغة المصالح الحكومية في بنوك في اتصالات في كثير من المصالح ليست اللغة العربية دي حقيقة واقعة في بعض الدول العربية أو في كثير من الدول العربية اللغة الموجودة في كثير من المصالح الحكومية خاصة البنوك والاتصالات وغيرها من الشركات ليست اللغة العربية كل المكاتبات باللغة الإنجليزية وليست باللغة العربية دي حقيقة من الحقائق والاستعمار الفرنسي قبل أن أورد الأبيات يعني لحافظ إبراهيم الاستعمار الفرنسي ده استعمار ثقافي لما احتل دول المغرب العربي دولة ناطقة بلغة وحدة اللغة الفرنسية يعني استطعت أن تنشر لغتها في كثير من دول العالم في بلاد المغرب العربي في كثير من دول أفريقيا وفي غيرها دول تنطق باللغة الفرنسية وتنفق فرنسا يعني كثير من الأموال لاستمرار ذلك الرافض اللغوي والثقافي ولذلك يعني أنشئت صحف وقنوات وإذاعات وتنشر مطبوعات وأنشئت تجمعات ما تسمى بالفرنكوفونية أي الدول الناطقة باللغة الفرنسية وتلتقي في محفل يعني ربما سنوي في كل سنة في دولة من الدول لإسرائي ذلك الدور الثقافي الذي تسري وتزكي الدولة الفرنسية ليستمر النطق باللغة الفرنسية بل ربما يعني استطاعوا أن يزنعوا يعني أناسا يعارضون أي فكرة للتعريب لتعريب اللغة في تلك الدول وده واقع في الحقيقة وموجود أنا لا أقول كلاما بل دي حقائق رئيس عبد العزيز بوتفليق رئيس الجزائري السابق أراد أن يعرب بعض العلوم في الجامعات فوجد حائط صد من المتفرنسين رفضوا ذلك المطلب ولذلك شاعرنا العظيم حافظ إبراهيم يقول على لسان اللغة العربية وهي تنعي نفسها لأهلها رموني بعكم في الشباب وإنني رموني بعكم يقول رموني بعكم في الشباب وليتني عقمت فلم أجزع لقول عداتي ولدت فلما لم أجد لعرائسي رجالا وأكفاء وأدت بناتي وسعت كتاب الله لفظا وغاية وما ضقت عن آي به وعظاتي فكيف أضيق اليوم عن وصف آلة وتنسيق أسماء لمخترعاتي أن البحر في أحشائه الدر كامل فهل سألوا الغواصة عن صدفاتي ده كلام على لسان اللغة العربية اللغة العربية تقول لهؤلاء المتطاولين جهلا رموني بعكم أي أنها اللغة ليست سرية ليست خصبة في الشباب تقول أنا في عنفواني شبابي وقوتي مترادفات مفردات اللغة العربية لا مثيل لها في العالم أجمع لا مثيل لها في العالم أجمع فلم أجزع لقول عداتي لم أصب بحالة من الإحباط واليأس تقول ولدت فلما لم أجد لعرائسي رجالا وأكفاء وأدت بناتي ولدت أي أنا سرية منتجة لمفردات ومترادفات كثيرة جدا واشتقاقات كثيرة جدا فلما لم أجد لعرائسي أي علماء جهابزة في اللغة كما كانوا في السابق وأدت بناتي دفنت بناتي فمفردات اللغة مدفولة في المعاجم في أشعار العرب في كلام الأدباء والحكماء في القديم والحديث ولدت فلما لم أجد لعرائسي لبناتي اللواتي صرنا عرائس رجالا وأكفاء وأدت بناتي وسعت كتاب الله لفظا وغاية وما ضقت عن آي به وعزاتي يعني إذا كنت قد تشرفت بنزول القرآن الكريم بي 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 باللغة العربية ووسعت كل مفردات القرآن الكريم كل مفردات كلام رب العالمين وما ضقت عن آي به وعزاتي فكيف أضيق اليوم عن وصف آلة وتنسيق أسماء لمخترعاتي كل المخترعات الحديثة بإمكاننا ومجمع اللغة العربية له جهد رائع جدا وموجود معجم للغة العربية المعاصرة وتسمية كل الأجهزة والمخترعات والابتكارات الحديثة أنا البحر في أحشائه الدر كامل تشبيه للغة بالبحر اللجي العميق بالمحيط المليء بالدرر واللآلئ والياقوت وكل ما هو سمين فهل سألوا الغواصة فهل سألنا الغواصين عن اللآلئ والدرر من جهابزة اللغة العربية وعلماء المعاجم وأصول اللغة وفقه اللغة عن تلك اللآلئ والدرر الموجودة في اللغة العربية دنعي في الحقيقة يعني من اللغة العربية لأهلها رموني بعقم في الشباب وإنني رموني بعقم في الشباب وإنني وليتني رموني بعقم في الشباب وليتني عقمت فلم أجزع لقول عداتي ثم قال يعني حافظ إبراهيم ولدته ولما لم أجد لعرائسي رجالا وأكفاءا وأت بناتي وسعت كتاب الله لفظا وغاية وما ضقت عن آي به وعظاتي فكيف أضيق اليوم عن وصف آلة وتنسيق أسماء لمخترعاتي أنا البحر في أحشائه الدر كامل فهل سألوا الغواصة عن صدفاتي ولذا كان سيدنا عمر يقول تعلموا العربية فإنها من دينكم وهذا كلام دقيق جدا تعلموا العربية فإنها من دينكم دي حقيقة لماذا؟ يعني إذا كان علماء الفقه علماء الفقه يريدون دراسة الفقه فلابد أن يدرسوا علم أصول الفقه ده أمر طبيعي وعلم أصول الفقه هو العلم الذي يشتمل على أدلة الأحكام الشرعية طيب أدلة الأحكام الشرعية تستنبط من أين؟ من المصدرين الرئيسيين القرآن والسنة فمن لم يكن بارعاً عارفاً لقواعد اللغة العربية فكيف يستطيعوا التوصل لتلك الأدلة التي عن طريقها عن طريقها نعرف أحكام الشرع لا نستطيع فلابد من دراسة اللغة العربية إمامنا الإمام الشافعي يقول ما من مسألة من مسائل الفقه إلا أجيب عليها من خلال اللغة العربية وما تعلمت اللغتا إلا من أجل هذا أي من أجل تعلم الفقه والإمام الشافعي يعني يعتبر يعني نادرة من النوادر لأنه ظل يتردد على قبيلة هزيل ليتعلم أشعارهم ولغجتهم وطريقة كلامهم قبيلة هزيل كانت تعد من أصف القبائل لساناً أصف القبائل أفصح القبائل لغة من ناحية اللغة فظل رضي الله تعالى عنه أرضاه قريب من عشرين سنة يتردد ويقيم هناك إقامة دائمة أو شبه دائمة من عجل تعلم لغة هزيل ولذلك برع في الشعر وفي الحكمة في أمور كثيرة جداً سيعني أتعرض لها حينما نأتي على الإمام الشافعي المولود رضي الله تعالى عنه أرضاه سنة 150 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم متوفى في مصر سنة 24 إن شاء الله سأورد كثيراً من الأشعار التي قالها الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه وأرضاه كما أن اللغة أيها الأحباب هي عنوان ثقافة أي أمة بل هي عزها وشرفها كما أشرت لما تفعل فرنسا مع اللغة الفرنسية ومع الدول الناطقة للفرنسية وما تنفقه من أموال من أجل الحفاظ على اللغة الفرنسية ومن أجل نص نشر وتوسيع الدائرة يعني الدائرة الناطقين باللغة الفرنسية اللغة هي عنوان أي مجتمع من المجتمعات أي أمة من الأمم بل هي شعرف أي أمة من الأمم ولذلك الرافعي الأديب مصطفى صادق الرافعي له مقولة سأنقلها لكم نصاً مقولة في الحقيقة يعني صعبة وخطيرة ومزعجة جداً يقول ما زلت ما زلت لغة أمة إلا زلت ومن حطت لغة أمة إلا حطت وسأنقل الكلام نصاً للأديب الرافعي رحمه الله رحمة واسعة يقول معلوم أن لغة أي أمة هي شرفها وعلمها وثقافتها وعلامة عليها ثم يقول ما زلت لغة قوم إلا زل ولن حطت إلا كان أمره في زهاب وإدبار ثم قال ومن هذا يفرض المستعمر لغته فرضاً على الأمة المستعمرة خاصة لاستعمار الفرنسي لأنه في الغالب يكون استعمار ثقافي قبل أن يكون استعماراً عسكرياً ويركبهم بها أن يستعلي عليهم بلغته بدعوة أنها لغة العلم وأن من يدخل المدارس التي يعني تعلم الفرنسية سيضمن وظيفة أما الذين لا يدرسون اللغة الفرنسية فلا وظائف لهم يعني في الوظائف الحكومية والدواوين والوزارات إلى غير ذلك ويستلحقهم من ناحيتها ثم يحكم عليهم أحكاماً سلاسة في عمل واحد الأول فحبس لغتهم في لغته حبساً مؤبداً إذن صارت لغتهم لغة درجة ثالثة وعاشرة لغة مهملة صارت لغة الكتاتيب والمدارس الدينية التي لا يتوظف من يتخرج من تلك المدارس الثاني الحكم على ماضيهم بالقتل محواً ونسياناً خلاص إذا الأجيال حتدقي اللغة غير العربية كيف يقرؤون في كتب التراث ما هي طعمة كبرى لأن بعض الذين يعني يطعنون في كتب التراث ليست لديهم أدنى مناسيب قواعد اللغة العربية البعض منهم وأنتم تلاحظون ذلك أنتم أزكياء تغربلون البعض منهم لا يحسن قراءة آية من القرآن الكريم ويجلس منظراً ومجادلاً وواضعاً لقواعد وهو أفشل الناس في النطق باللغة العربية لا يحسن أبسط قواعد اللغة العربية أمثال هؤلاء ليس بإمكانهم أبداً أن يتعاملوا مع كتب التراث كتب التراث فيها مصطلحات تحتاج إلى دراسة خاصة يعني المصطلحات الفقهية ده في معاجم لمصطلحات الفقهاء وفي معاجم لمصطلحات الفلاسفة ومعاجم لمصطلحات الأطباء ومعاجم للعلوم الطبية ومعاجم للعلوم الصيدلانية ومعاجم للمصطلحات التاريخية فتوجد معاجم أمثال هؤلاء لو لم يدرسوا اللغة العربية دراسة متأنية دراسة حقيقية ثم يعيشوا مع كتب التراث متعلمين ابتداءً ثم مدرسين ومعلمين لا يمكنهم على الإطلاق أن يعني أن يضيفوا شيئاً أو أن يبرعوا في التعامل مع كتب التراث إن لم يكونوا بالمواصفات التي أشرت إليه يبقى إذن من ضمن التداعيات للمستعمر وربما المستعمر لا يكونوا موجوداً نحن نلبي أو البعض يلبي كثيراً من متطلباته دون أن يفرض علينا ذلك ربما لأننا نشعر بالدونية بتغلب لغة الآخر بلفتتان بتقدم الشرق والغرب وتأخرنا فبالتالي نتعلم بلسانهم ظناً منا أننا سنصل إلى ما وصل إليه أبداً نحن صرنا زيولاً من بداية الطريق فلا يمكن للزيل أن يتحول إلى رأس إلا إذا وسق في نفسه في ثقافته في لغته إن كثيراً من أبناء الدول العربية والإسلامية صاروا أبرع الناس جميعاً بثقافتهم هنا لا أقصد هنا في مصر فقط في مصر وفي غير مصر صاروا أبرع الناس طباً وهندسة وعلوماً وفضاء خارج نطاق الدول العربية والإسلامية في أمريكا وفي أوروبا وفي غيرها من البلدان إنه خرج بنفس الثقافة التي تعلمناها هنا ربما أتيحت له الفرصة وتعلم اللغة هناك أو خرج بقواعدها هنا مع قواعد اللغة العربية يبقى إذن من ضمن الأمور التي تترتب حبس لغة يعني الأمة حبساً مؤبداً الحكم على الماضي بالقتل والنسيان وتقييد المستقبل بالأغلال التي يضعها لما لأننا صرنا لأمره تبعاً كما قال ذلك الأديب البارع في تصويره مصطفى صادق الرافعي رحمه الله رحمة واسعة ولذلك انتبه العلماء قديماً لقيمة اللغة العربية يعني من ضمن هؤلاء الإمام الكسائي رحمه الله رحمة واسعة يعني يقول من تبحر في النحو اهتدى إلى كل العلوم من يعني من تبحر في النحو اهتدى إلى كل العلوم وتوجد يعني مناظرة طريفة ورائعة ومعبرة أحكيها لكم أنه في مجلس هارون الرشيد كان القاضي أبو يوسف صاحب الإمام أبي حنيفة رضي الله تعالى عنه أرضاه يعني كثيراً ما يغمز في الإمام الكسائي الإمام الكسائي إمام في اللغة كان إماماً في اللغة وإمام أيضاً في الفقه وإمام في القراءات كان من أقرأ الناس رضي الله تعالى عن الأئمة الأجمعين وهو من القراء العشرة رضي الله تعالى عنهم أجمعين فكثيراً ما كان القاضي أبو يوسف يحاول الاستعلاء على الإمام الكسائي ومرة قال له يعني ما تصنع بتعلم اللغة وما هي النهاية لمن يتعلم اللغة سيظل معلمة يعني كأنه يقول من يتعلم الفقه يصير فقيهاً يصير قاضياً أما أنت فآخر ما عندك أن تصير معلمة فالإمام الكسائي وجه سؤالاً للقاضي أبي يوسف في حضرة هارون الرشيد سألوا سؤال بسيط جداً بيقول له إيه قال له ما قولك ما قولك في رجلين جاء كل منهما برجل وقال هذا قاتل غلامي وقال الآخر هذا قاتل غلامي قاتل اسم فاعل هذا قاتل غلامي بالضم قاتل غلامي وهذا قاتل بالتنوين غلامي فقال القاضي أبو يوسف أحكم عليهم بالقصاص إن ثبت عليهم القتل يعني أختص من كل واحد من الرجلين فقال له هارون الرشيد وانتبه أخطأت فقال له الكسائي نعم أخطأت فيما قال أما الأول فقال هذا قاتل غلامي بالإضافة أي قتل غلامي أما الآخر قال هذا قاتل غلامي أي يفكر في قتله يريد قتل غلامي فهو لم يقتل بعد أما الأول فقد قتل طيب من الذي يميز في الحقيقة يعني تلك الدقائق البسيطة بدون شك من يتعلم اللغة هذا قاتل غلامي قاتل خلاص قتل هذا قاتل غلامي بس ضم مع الضم صار تنوين ضم اختلف الأمر لم يقتل بعد يريد أن يقتل يبقى إذن الأول الذي قتل يقتل أما الثاني فلا يقتل لما لأنه لم يقتل بعد أي لم يقتل بعد ولذلك من النكات أيضا العربية يعني ما أورده الفقهاء والبلغاء والفصحاء يعني لو أن رجلا قال لامرأته يعني على سبيل المثال لو أن رجلا قال لامرأته أنت طالق أن دخلت البيت وقال الآخر أنت طالق إن دخلت البيت أنت طالق أن دخلت البيت السنة قال أنت طالق إن دخلت البيت إن هنا بالكسر وبالفتح أي كسر الهمزة وفتح الهمزة أنت طالق أن دخلت البيت أن والنون مخففة ساكنة ليست مشددة أنا في الحقيقة بحست عملت بحث عن يعني معنى أن المخففة ومعنى إن ففوجئت أنه في رسائل ماجستير ودكتورا كثيرة جدا أعدت أعدت ونال أصحابها أرقى الشهادات العلمية في التفريق بين أن وبين إن رسائل ماجستير ودكتورا في الفرق بين أن وإن وأن وإن دي حقيقة في مصر وفي خارج مصر رسائل ماجستير ودكتورا الأمر الآخر أن لها عدة معاني إذا جاءت في جملة ربما تصل إلى سبعة أو سمانية من المعاني أن وإن في نفس الوقت أيضا طيب إن عود لذلك المثال لما قال لها أن تطالق أن دخلت الدار أن دخلت الدار هنا تطلق لما لأن أن هنا بمعنى إذ كان يقول البعيدة طالق إذ دخلت الدار إذ دخلت الدار طيب أن الثانية معناها إيه قال لها أن تطالق إن دخلت الدار إن هنا بمعنى لو الأولى بمعنى إذ والثانية بمعنى لو كان يقول لها أن تطالق لو دخلت الدار طيب من بدون شك عالم باللغة لو لم يكن عالما باللغة لن يستطيع أن يديب على مثل تلك الأسئلة وبذا دمع الإمام الكسائي بين اللغة وبين الفقه جمع بين الحسنيين وبدون شك على القاضي أبا يوسف القاضي أبو يوسف ليس فقيها عاديا بل هو من أبرع تلامزة الإمام أبي حنيفة مع محمد بن الحسن الشيباني رضي الله تعالى عن الفقهاء والعلماء أجمعين وسيأتي مزيد كلام عن القاضي أبي يوسف وعن محمد بن الحسن الشيباني يعني رضي الله تعالى عن كل العلماء والفقهاء اللهم آمين فده في الحقيقة يعني أمر مهم جدا لتعلم اللغة العربية لأنها لغة القرآن الكريم لغة السنة النبوية المطهرة وحبيبنا صلى الله عليه وسلم هو أشهر من نطق بالضاد وأوتي جوامع الكلم عليه الصلاة والسلام يبقى إذن لابد للفقه أن يكون بصيرا باللغة العربية بصيرا ومتقنا لللغة العربية لحاجته لدراسة القرآن الكريم ودراسة آيات الأحكام في القرآن الكريم ودراسة علم أصول الفقه وعلم الأصول الفقه هو الأدلة أدلة الأحكام الشرعية تلك الأدلة مستنبطة من أين؟ من المصدرين الرئيسيين العظيمين للقرآن والسنة وأشرنا لقول إمامنا الإمام الشافعي أنه ما تعلم اللغته إلا من أجل الفقه وأنه ما من مسألة تعرض عليه إلا بكان بإمكانه رضي الله تعالى عنه أرضاه أن يجيب عليها باللغة العربية نأخذ شرطا آخر من الشروط التي يجب أن تتوفر في الفقه الشرط هو العدالة والعدالة بمعنى إيه؟ حتى يعني حتى في علم علوم الحديث وعلم الجرح والتعديل يعني يشترط في الراوي أن يكون عدلاً ضابطاً العدالة ابتعني المرؤة السجية الخلق الطبع بمعنى أن طبع الفقه أو المحدث أو العالم أنه يلتزم بما يقول بما يأمر يبتعد عما ينهى عنه ويتمسك بالعدل والإنصاف في كل تصرفاته وأن تستوي سريرته مع علانيته ولذلك مما يخدح في تلك العدالة التجرؤ على نصوص القرآن والسنة وتعمد لي أعناق النصوص والقفز على ما أجمعت عليه الأمة من الأحكام هذا يتنافى مع العدالة كسرة الوقوع في الكبائر والصغائر ربما الصغائر لا تكون قادحة لكن ينبغي أن يجمع في البعد بين الكبائر والصغائر أن ينأى بنفسه بعيداً وأن يكون حسن السيرة وأن ينتقي كل كلماته وأن يهذب كل تصرفاته لما؟ لأنه مرآة يرى فيها الناس صفاء الدين أعثر العلم على صاحبه وأن لا يخالط الفارغين والبطالين وأن يبتعد عن مواطن الشبهات والتهم وأن ينأى بنفسه عن أمثال هؤلاء كل تلك المعاني داخلة أحبتي تحت مفهوم العدالة أن يكون الفقيه عدلاً ولذلك مما يسقط العدالة القول على الله ورسوله بغير علم التجرؤ على الفاتوى بغير علم أو الإتيان بالشواز من الفتاوى كما يفعل المعض يقول لك ما دام رأي لكن الرأي دا بيستند إلى سند شرعي ما دام لا يستند لا قيمة له هو قول غير معتبر إنما نأخذ بالأقوال المعتبرة إذا كانت تستند إلى حجج كمن يتوسع في الرخص بتأويلات فاسدة فاسدة يتوسع كل ذلك في الحقيقة مما يعني يسقط تلك العدالة بتأويلات فاسدة ظاهرة البطلان وكما قلت للمفتي بشر يخطئ ويصيب لكن كما يعني هو معلوم عليه أن ينأى بنفسه مع الكبائر عن الصغائر كما لابد أن يكون زكياً فطناً يعني سريع الملاحظة قوية الحجة لديه نباهة وفراسة حتى يتصور السؤال الذي يوجه إليه وحتى يكيف الجواب وحتى يستحضر الأدلة ليسقطها على الواقعة التي توجه إليه المسألة في الحقيقة ليست سهلة أحبتي بل هي مسألة جد صعبة وجد خطيرة وليس كل أحد يعني ليس كل أحد مؤهلاً ليقول قال الله وقال رسول الله لأن المفتي يبلغ عن الله سبحانه وتعالى أكتفي بهذا القدر نواصل المسيرة إن شاء الله تعالى مع ذكر بعض الصفات التي يجب أن تتوفر في من يتصدر للفتوى أكتفي بهذا القدر ضارعاً إلى ربي القدير أن أكون قد وفقت فيما قلته لكم وأن يكون هذا اللقاء خالصاً لوجهه الكريم أشكركم لحسن استماعكم وطيبي إجيتي معكم على أمل لقائي بكم في لقاء قادم قريب في حلقة السبت القادم إلى ذلك الحين أستودعكم الله والسلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته اشتركوا في القناة